عايز تخلي الجهاز بتاعك بالجمال اللي انت شايفه قدامك ده كده الالعاب تظهر بالشكل الحال واللزيز ده عايز تتحكم في كل حاجة عايز تعمل دمبل الالعاب بتاعتك سواء من ستوانة او من على الجهاز بتاعك كل ده هنشرحه في فيديو النهاردة في البرنامج items flow البرنامج ده يا شباب حرفيا افضل برنامج وانكن تستخدمه الفترة ده عايز تعرف البرنامج وعايز تعرف ايه الممازلات التي تقدمها انزل اعمل اكو لايك سابسكرا واشتراك وتفعلك ده ارس ان نصارك الفيديوهات الجديدة ويلا بنا نبدأ السلام عليكم سوف تحاولكم باركا عاملين يا رب خريد ايمان معكم وستان فعيد في فيديو جديد النهاردة معنا في فيديو حلو قوي عن برنامج حلو قوي items flow البرنامج ده يا شباب يقدم لكم مميزات حلوة جدا بقدم لكم التحكم في الجهاز بتاعتك تقدر تعمل حاجات كتير في الجهاز ونشرح كل الكلام ده النهاردة اصدار النسخة الهائية للبرنامج ونهاردة سنتشرحها مبدأيا لكي تصدم البرنامج لازم تضع البرنامج على الفلاشة وتنقلها على جهاز playstation تعال بينا نذهب دلوقتي على جهاز الكمبيوتر واركوا زي تفرمات الفلاشة وتضعوا البرنامج البرنامج هتلاقوا فين؟ زي انتم متعاودين في الكومنت المثبت هتلاقوا كل البرامج اللي انا بستردما في فيديوهات في الكومنت المثبت بعد ما توصل الفلاشة في جهاز playstation شباب هتجي تتأكد من نظام الفرمات هتدوس وبعدكد هتدوس على بلو بيرتز وتأكيد ان الفلاشة متوفر بها vịio هو ورص placed 32 واعتعتها اي حاجة غير كده ستتدوس عليها click main وبعدكد تدوس على فورمات وبعدكد هتيجي في تدوس على ponto هنا فى فايل سيستم تختار فات 32 وادكده اسسم لسرط وهيبدأ ان يأ電ى الفلاشة وasting Miguel بعدحضنا تنزل الملفات لع doctrine يضغط هتفك الضغط بتاع loz وهي ظهر لكما يجب هذا اللي سventions بعد ذلك سنأخذ الفلاشن وصله في جهاز البلاستيشن بعد ذلك ستشغل جهاز البلاستيشن سيفتح معك بالشكل هذا ستفعل التعديلاتك كنا شرحنا موضوع التعديلات والناس الذين لم يفهموا عن ايه تعديلات يريد ان ترى هذا الفيديو هناك كل شيء خاصة بتعديل جهاز البلاستيشن فور على اصدار 9 سأأتي هنا بعد ذلك تفعل التعديلاتك ستضع في الاعدادات وتضع في GoldHind أو تضع هنا تضع في GoldHind وتضع في DayBook وبعد ذلك Package Installer وضع إيه ايها و انا كنت شرحت اخر تعديلاتك خاصة بالهن اخر هن فأنتم ترى هذا الفيديو هناك اضافات ومميزات جديدة تجعل الهن تظهر معك كما ترى فوقه من غير ان تخرجوا في الاعدادات هذا الفيديو اخر اضع في افضل تعديلاته اخر تعديلاته سنأتي هنا فإنما ترى ان ترى باكا جينسطولر ستبقي عليه سيبدأ انه يعمل انستلم لملف بكا جي او البرنامج الذي سنستخدمه هنستنى ان يخلص وبعد كده هنرجع وراء وهتيجي هنا هتلاقي البرنامج ظهر معك زي ما انتم شايف هنا اسمه items flow هتدوس على دفتحه هيجيب لك رسالة يا شباب يقولك ان هو يعمل download للكفر بتاع البرنامج او الالعاب الموجودة على البرنامج سيبه يعمل download دراحته يا عم انت مش غار منح حاجة يعني سيبه يخلص وبعد ما يخلص هيفتح معك البرنامج بشكل انت شايف قدامك ده كده دي الواجهة بتاعت البرنامج واجهة حلوة سالسة رزيزة ما فيهاش اي مشاكل يعني ايه حلوة شكلها جديد غير اللي احنا متعودين عليه طب انا لو عايز اشغل اللعبة يعني هيخرجني بقى بره وكده لأ انت مجرد ما هتدوس على اللعبة يعني مسلا عايزين اي لعبة زي دي مسلا لو دست هنا لانش كده بتحدث لحقا زي ما انت ما شايف هو هيبدأ ان هو يفتح اللعبة مباشرة اللي هو مش هيخرجك بره ويدخلك جوة اللعبة لأ هو بيحولك من جوة للعبة على طول كده يعني فاللي هي حلوة سهلة وسالسة ومش بتاخد وقت طويل مش زي المالتيمان على البلاستيشن سيري اللي هو بتدوس وبعد كده يخرج لك بره وبعد كده تطلع بره لأ على طول زي انتم مشايفين بدأ اللعبة والجميل ان انت لما تجي تخش على البرنامج تاني هو مش بيقفل اللعبة زي ما انتم مشايفين كده هو انت كده المفروض دخلته البرنامج اللعبة تبقى قفلت مثلا لما بتجي تخش اي حاجة وترجع تفتح اللعبة بتلاقيها عايزة تفتح من اول وجديد لا انت لو خرجت هنا هتلاقي اللعبة شغال عادي خالص دوس كده اللعبة شغالة ما فيهش اي مشكلة خالص فدي حاجة حلو قوي اللي هو تقدر اه تخش وتخرج وتخش هنا وتخش هنا ما فيش اي مشكلة معاك عندك هنا مسلا برضو ايه من دمن الخيارات بقى اللي هنا لو انت عايف على اللعبة عندك دمب لو انت عايز تعمل دمب اللعبة يعني تاخد سرس لعبة وتحوله ملف بيكي جي وانا كنت شرحت الموضوع ده في فيديو قبل كده ازاي تقدر تاخد دمب وتحوله للعبة يعني انا خدت من الجهاز لعبة وبعد كده شغلت على جهاز تاني اللي هو الفيديو ده شوفوا لو انت عايزين تعملوا دمب لأي لعبة ده انا كان شرح قديم وانا حاول اعملكوا شرح جديد من خلال البرنامج الجديد عندك هنا بيقول لك اه 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 خيارات الاوبشن بتاعت اللعبة عندك اه 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 اللي هو يخفي او يظهر اللعبة اي 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 عندك مثلا هنا ايه 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 كتيجوري دي لو دوست عليها هيجيب لك شاشة كده يعني انا مش فاهم هي ايه بالزبط كده بس لهو ايه بتجيب لك الميدي بلاير بس اه يعني انا مش شايف ان هي ايه بتعمل اي حاجة تانية غير ان هي بتجيب لك الميدي بلاير ده بس دوس على الال ده يعني تقريبا هيجيس فيها شوية تصبطات الال هيبدأ ان هو يرجعك تاني للصفحة الرئيسية بتاعتك من غير اي مشاكل لو دوست على زرارة هيدخلك على الاعدادات زي انت ما شايف. دي الاعدادات الخاصة بالبرنامج. عايز بقى ايه دي عايز تغير عندك عايز تثبتها على الجهاز بتاعك بتدوس بتحطها على الفلاشة وتيجي تخش هنا وتثبتها ازاي بتخش هنا وبعد كده بتيجي هنا تتحرك من النحيات دي للنحيات ازاي بالارون هتدوس كده هيبدأ ان هو يخليك بتنزل زي انت ما شايف النحية دي وتثبت اي حاجة من على الفلاشة بتاعتك. طيب انا عايز ارجع هترجع بالمثلث وتحت مسلا لو عايز تثبت اي العاب اي ملفات هتدوس هنا وزي انت ما شايف هنا ده على الجهاز بتاعك عايز تروح الناحيات زي ما قلنا هيحولك للنحية دي وتثبت ملفات اي ملفات عندك على الفلاشة ملف اتنين تلاتة اربعة ما فيش اي مشكلة عايز ترجع مسلس هيرجعك لورا. اه في شوية حاجات وفي شوية اضافات حاجات جميلة جدا يعني ايه انصحكم ان انتم تجربوها يا شباب. البرنامج حلو البرنامج سهل لزيز استخدامه بسيط ما فيهش اي تعقيدات او اي مشاكل والبرنامج لسه المطور بيقول ان هو لسه فيه تطورات كمان يعني هو لسه شغال في ان هو بيتطور فيه اضافات فممكن خلال الفترة الجاية نلاقي في بعض الاضافات اللي هتفيدنا برضو واكيد هنستخدمها وهتسهل علينا استخدام كتير. ما تنساش باع الفيديو الجاي تستنى عشان الفيديو الجاي من اهم الفيديوهات اللي انا خلال الفترة دي ازاي تقدر تثبت العب البلاي ستيشن فور على الجهاز بتاعك من خلال الموبايل. ما تنساش تستنى الفيديو ولو الفيديو اعجبك تنزيل تعمل. اقو لايك سابسكرا واشتراك وتفعيل الجرس واشتراك في فيديوهات الجديدة شوفك الفيديو جاي سلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة